عندما دخلت القوات حضرتك دخلت منين بقى القوات؟ دخلت من السحل الغربي يا فن وما دخلوا من السحل الغربي ثم اتجهوا إلى مدخل المخيم في أبارة عن براد أو عربية نقل أغزية بالإضافة إلى شاحنة مكروباس كمان ماشي وراهم بالإضافة إلى اتنين مدرعة أغزاريت فيهم وحدات خاصة أو قوات خاصة لتأمين العملية من مجموعة العمليات أو الفرقة 98 لفرقة المظليين الإسرائيليين يبقى الاشتبك على الأرض وحدتين قوات المظلات من الوحدة 98 أو المجموعة العمليات 98 بالإضافة إلى وحدة اليمام ودي اشتبكت من خلال المكروباس اللي فيه عناصر الوحدة الشاحنة وبالإضافة أيضا إلى البراد أو شاحنة تجارية الطويلة كل ده كان موجود فيه مؤدتهم وأسلحتهم وكانوا جاهزين بالإضافة إلى طائرات بدون طيار في الجو بالإضافة إلى اتنين طائرة سيكوريسكي بغرض الإخلاق بالإضافة أيضا إلى ثلاثة طائرات أباتشي كانوا موجودين في محيط العملية كان هناك قصف جوي متزامن مع العملية هنا المقطع ده السؤال المهم اللي ساتك سألتي بقى قصف الجوي يا سيدة لميس تم بعد اكتشاف العملية العملية فشلت في الديت العملية في البداية تم اكتشافها أجلوا في الأول دخلوا اتسلموا الرهائن من نقطتين تسليم البنت كانت في مكان والولاد كانوا في مكان منازل بالضبط يا فني كانوا في نقطتين تحفظ يعني أنا بقول دائما العملاء كانوا متحفظين عليهم في منزلين في عربية الأولى أخدت التلاتة وذهبت في اتجاه البنت أخدت البنت أثناء الخروج من المخيم من منطقة السوق تم اكتشافهم بواسطة قوات حماس والمقاومين وحدث اشتباك لمدة 45 دقيقة هذه 45 دقيقة أصيبت العربة أو المركبة بعطب هذا ما استدعى أني منفذ العملية أو مدير العملية يستدعي مجهود جوي من طائرة F-16 وهذا هو سبب الضحايا الكتير إسرائيل ما كانتش تتمنى بكل تأكيد منفذ العملية كان يتمنى أنه يخش ينفذ عملية خاصة ويخرج سليم وتبقى ديها بالنسبة له مكسب كبير جدا لكن حتى أنيها مرتبطة بيها فكرة استخدام الـ F-16 في قصف السوق التجاري المحيط بالمنازل ما أدى إلى مقتل حوالي 230 شهيد بالإضافة إلى 400 مصاب أيضا ده جاري 230 هناك 400 مصاب ليه يا فندم؟ لأن منطقة المخيم لو استطاع عناصر المقاومة خلال 45 دقيقة السيطرة على قوات العملية كانت حتب أكبر انتكاسة في التاريخ لدولة إسرائيل طيب علشان كده أما استخدموا وحشية يعني كان فيه وحشية في عملية القصف يعني هذا بالنسبة لهم كان حياة ومتبر مرة أخرى أقول أن النصيرات ده مخيم أنشئ سنة 48 وده أحد من أكتر المخيمات اقتضادا بالسكان بعد مخيمات جبلية والبريج والمخازي ودير البريج ومخيمات رفح كمان يا فندم وعندنا مخيم في ابنا وعندنا مخيم رفح أيضا في الجنوب ترجمة نانسي قنقر